نبقى في الشأن الصحي وتماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع والتي تتضمن تقديم لقاح كوفيد-19 لخط الدفاع الأول تلقى كل من سعدة الدكتور يوسف محمد السركال وكيل الوزارة المساعد لقطاع المستشفيات ودير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية سعدت الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادة الصحية وسعدت عوض صغير الكتبي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في الوزارة الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19 كما بدأت الوزارة إعطاء الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19 للكوادر الطبية والتمريضية في مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال بالشارقة بعد أن أجازت دولة الإمارات استخدام اللقاح للأطباء والعاملين في خط الدفاع الأولى